أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم مباشر على إسرائيل من أراضيها وعفق للإذاعة كانت التقديرات تشير إلى أن الضغوط الدولية قد قلصت خطة إيران للرد ولكن التقديرات الجديدة تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم مشابه للذي نفذ في إبريل الماضي ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن القرار النهائي لم يتخذ بعد وأنه لا يزال بيد المرشد علي خامنئي كما تشير التقديرات إلى أن الهجوم المحتمل سيكون محدودا ولن يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة ولمواجهة أي هجمات محتملة من إيران أو حزب الله اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات لتعزيز دفاعاتها ضد أي تهديدات وتركزت على البنية التحتية الحيوية والانتصالات وذلك وفقا لبلومبرغ نتابع أبرزها في التالي في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية والتهديدات المحتملة من حزب الله تعمل إسرائيل على تعزيز دفاعاتها لحماية بنيتها التحتية الحيوية وضمان استمرارية الاتصالات والطاقة في حالة الطوارئ حيث قامت إسرائيل بتجهيز صفارات إنذار تعمل بالبطاريات وهواتف بالأقمار الصناعية للمستجبين الأوائل وذلك لضمان استمرارية الاتصال حتى في حالات الطوارئ هذا إلى جانب تخزين الوقود البديل لمحطات الطاقة تحسبا لانقطاع الإمدادات المنتظمة ولمواجهة خطر انقطاع التيار الكهربائي قامت إسرائيل بتركيب مولدات ديزل احتياطية أو بطاريات ليثيوم لأكثر من نصف أبراج الهاتف الخلوي في شمال إسرائيل وفيما يخص منصات الغاز البحرية التي كانت أكثر عرضة لخطر الهجمات من حزب الله تخطط إسرائيل لإغلاقها بشكل تدريجي وفقا لظروف وذلك للحد من احتمالية الإغلاق الكامل بسرعة أكدت إيران على لسان القائمة بأعمال وزير خارجيتها علي باقري أن طيران لها الحق فيما أسمته ردا مناسبا ورادعا على إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرها باقري مع نظير الصيني وانجي الذي أكد بدوره دعم بكيل لطيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون جدد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاد بالدفاع عن أمن إسرائيل جد ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي وفقالنت وعشر أوستن إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع انحاء الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وأعلن البنتاجون أن أوستن أمر غواصة الصواريخ الموجهة يو اس اس جورجيا بالتوجه إلى المنطقة وعفقا للبنتاجون فإن أوستن أبلغ غالنت أنه أمر مجموعة حاملة الطائرات يو اس اس إبراهام لينكون بتسريع عبورها إلى الشرق الأوسط نقل موقع أكسيوس عن الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر وقد تفعل ذلك خلال أيام وبحسب أكسيوس فإن وزير الدفاع الإسرائيلي أطلع نظيره الأمريكي على أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن تهران تجهز لشن هجوم وسانطاق على إسرائيل إذن تحرك حاملات طائرات وتربدات وأسراب مقاتلات خطوات أمريكية متسارعة لتعزيز الحضور العسكري في الشرق الأوسط وذلك للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل نتابع على وقع تهديدات إيران وحزب الله بهجوم نواشيك ضد إسرائيل هبت الولايات المتحدة للدفاع عن صمام أمانها في الشرق الأوسط وزير الدفاع الأمريكي لويد غوستن أمر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS Abraham Lincoln بأن تحل محل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt الموجودة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالإضافة لذلك أمر الوزير أوستن بإرسال مدمرات وطرادات إضافية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي إلى منطقتين مسؤولية القيادة العسكرية الأوروبية والمركزية كما يعتزم البنتاجون نشر أنظمة دفاع صاروخية أرضية إضافية في المنطقة تكون مهمتها تصدي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى من جهاتها أفضت صحيفة إسرائيل هايوم بأن الإدارة الأمريكية وافقت على إرسال قنابل MK83 التي تزن نصف طن إلى إسرائيل بعد أن امتنعت عن إرسالها إلى تل أبيب خلال الحرب على غزة كما أفضت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية نقلت سربا من المقاتلات متعددة المهام F.A.18 التي كانت متمركزة على حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt إلى قاعدة شركة أقليمية بالإضافة إلى سرب من مقاتلات F-22 من المنتظر أن تصل إلى المنطقة خلال أيام معي من القاهرة دكتور سمير راغب الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أهلا بك معنا دكتور سمير دكتور سمير منذ اغتيال هنية وإيران تتواعد بالرد بينما المدة تطول أكثر فأكثر لماذا؟ وهل المراد هنا من تفعيل استراتيجية في الرد؟ تحتر حضرتك يا كفري العام الجمهور الكريم هو لي أكثر من سبب أول سبب أن إيران بتستفادها وحزب الله من كل يوم بيكون في الجانب الإسرائيلي تحت ضغط الحالة مرفوعة الأجازات ممنوقة متوقفة الكابنت حتى بيلتقي في الشلترز في المخابق فده جزء من العقاب جزء من الحرب إطالة الفترة لكن مش إطالة الأكثر من لازم لكن لو كلمنا على 10 ايام أو 12 يوم يعني مايش فترة طويلة تاني حاجة إيران قامت بمجموعة من الإجراءات بتشمل ما يطلق عليه تسخين الجابهة سواريخ ومنورة برية أو سواريخ بلستية بتطلق وغوصات بتطلق سواريخ من القرب من مضيق هرمز والتصريحات بأن الرد سيكون عنيف وحيتم غلق المضايق كل هذا إيران بتبعت رسالة لأمريكا إن أمريكا وجهت ضربة استباقية لإيران فالرد سيكون بغلق المضايق والتعامل مع القطع البحرية الأمريكية سوف أسأل عن الرد للرسالة وقصة الأمريكية للإستباقي دكتور سامير لكن ما هو شكل الرد بعد كل هذه التحضيرات المتوقع أيضا إيران إذا فعلت رد معروف يعني لن ستخطى ما حدث في 13 أبريل الماضي بمقدار ليس بكبير لكن كما التزم الجانب الإيراني المرة السابقة بعدم استهداف تجمعات مدنية أو أهداف مدنية عالية القيمة وكان الموضوع خاص بالقواعد ونسبة الاعتراض كانت كبيرة الحقيقة فأعتقد ربما يزيد يعني يزيد عدد القذائف ربما نفس الخليط اللي هو كان 170 مسيارة و30 صاروخ كروز و120 صاروخ بلاستي من الممكن أن يقل عدد الدرونز اللي صالح الكروز مثلا لأن الدرونز لم تكن ناجاة الحقيقة بل كانت مضحكة لأن السرعة 180 كيلو فتاخد وقت كبير ونصها تم انفجر على المنصات فلم تكن ناجاة يعني فالمفروض أن توصل سواريخ أكثر لأماكن لها نفس الطبيعة ما بقولش يعني استرقت سبع ساعات هذه المسيرات من الوصول من انطلاق من قواعد حق الوصول إلى إسرائيل لكن أيضا دكتور سمير ما مدى احتمالية أن تفعل إيران أو تفاعل إيران الجبهات كافة في الرد على مقتل هنية ما برجحش ده السبب أولا هتبقى نزلت بخيار هو خيار رضعي نهاي يعني المفروض يتم استخدامه في وضع أكثر من ذلك الثاني حاجة لفتح الجبهات هيحفز القوات الأمريكية في أن تشارك بكسافة أكبر في الاعتراض لأن حتكون فيه أوفرولمنج أو حيكون فيه موضوع التشبع أن تسقط مثلا ألف درونز وصاروخ من حزب الله ينشغل به الدفاع الجوي أو يستهدف القبة الحديدية في الوقت اللي بتوصل فيه سواريخ فرق صوتية أو بلاستية من الجانب الإيراني أو كروز فمش يعني وفي كلمة حسن نصر الله يعني أشار أنه كلاهما له رد منفصل وأن الحرب هو حربه وأن لا يجب على إيران وسوريا أن تدخل الحرب وأكفيهم الرد فقط وإسنات جابت حزب الله ففكرة الاتنين مع بعض أو تلات جابت طبعا الحوسي أنا مش براهن عليها مش بكلم عليها لأنه هو عشان توصل درونز ده فيها معجزات يعني ما هواش جابها بخطورة حزب الله اللي هو يعني على مرمى حجر الدور الحوسي في يعني في موضوع الممرات في تعطيل الممرات تعطيل الملاحة أنه يعني بيمنع الملاحة في باب المندب بشكل كبير أو بيهدد الملاحة فيبقى إيران ممكن تقوم بغلق هورموس كخيار أخير لردع الجانب الأمريكي لكن الجانب الأمريكي انتقت الرسالة لأن إيران بالمناسبة عرضت سواريخ روسية سطح سطح ضد القطعة البحرية سواريخ اسكندر وسواريخ دفاع جوي يعني حصلت على سلاح من روسيا 24 طائرة اليوشن رحلة طائرة اليوشن مع وجود شايجو وزير الدفاع الروسي فأعتقد أمريكا التقت الرسالة فدلوقتي سيودور روسفيلت بتغادر المنطقة بينما إبراهام لينكل لم تصل وجورجيا لم تصلوا بالمناسبة عشان يكتمل التشكيل البحري هيكون مع نهاية الشهر يعني حتكون الضربة تمت يبقى الردع الأمريكي بيلوح لما بعد انتخطت إيران الخطوط الحمراء وبالمناسبة الغواصات لا يعلن عن تحركها بينما أعلن أوستن تحرك الغواصة الجورجيا اللي بتاح من 150 ساروخ تمهوك هي الأقوى ربما في العالم ده برضو نوع من الردع ان بنك الهدف اللي في إيران ممكن تلك الغواصة تنهي لكن امتى معناها تشاه يعني في الوقت اللي حيكون فيه العمليات مش حيكون فيه كسافة البحرية اللي بنحكي عليها لم تكتمل بعد بل فيه حاملة طائرات بتخرج وحاملة طائرات بتوصل وبآخر القطع اللي هي المدمرات في الشرق المتوسط لكن على مسافة برضو تؤمنها من أي ضرب خطأ أو ضرب متعامل شكرا لك من القاهرة الدكتور سمير راغب الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر